بالفعل وصول هذا الصراع إلى نقطة محتدمة ونقطة يتخوف من العالم كله أن تصل إلى صراع عسكري سيكون له انعكاسات وتدعياته على العالم برمته وليس على منطقة بحر البلطيق أو البحر الأسود في حزب وبالتالي الجميع يتحسب إلى أن يصل هذا الصراع إلى نقطة العسكرية أو نقطة الحرب العسكرية ومن ثم تدفع كل القوى بما فيها الأمم المتحدة وكل أطراف المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حتى بعض الأطراف الوسيطة القريبة من الطرف الروسي إلى أن تتفادى وقوع هذه الحرب لما سيكون لهم الأصغار كما أشارنا ستكون سلبية على الجميع وليس على المنطقة فحاز لكن أنا في ظني وخلال قراءتي لما دار خلال الأسبوعين الماضيين أن الطرف الروسي ربما يمرس ما يسمى بسياسة حفة الهوية ولم يكن يعتزم حقيقة ووصول الأوضاع إلى هذه النقطة ولكنه فقط كان يمرس لعبة الضغط أو عد الأصابع على الطرف الأمريكي والطرف الأوروبي من أجل تنفيذ مطالبه التي ما فتأ يطالب بها طيلة السنوات الماضية واستشعر أن الطرف الأوروبي والطرف الأمريكي يحاول أن ينقلب عليها ألا وهي تمدد قوات حلف الناتو إلى منطقة دول البحر الأسود وأوكرانيا بالذات لأن الطرف الروسي يعتبر أن ذلك تهديدا لأمنه القومي ومخالفة لما كان تم الاتفاق عليه سابقا مرات عديدة ما بين الطرف الروسي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبالتالي هو اعتبر أن نشر القوات حلف الناتو نشر بعض وحدات الجو المحمولة الأمريكية أو ما يسمى بقوات النغبة 82 الأمريكية في المنطقة هو بمثابة انقلاب على ما تم الاتفاق عليه ومن ثم كان على الطرف الروسي أن يمارس بعض الخطوات الإجرائية التي بها يحاول أن يضغط على أوكرانيا وعلى بعض دول زي اللتوينيا وزي اللتينيا وزي الدول التي نشر فيها الناتو قواتي في المنطقة لكن يبدو أن الأمور تتفلت من يد الأطراف جميعها وأنها في اتجاهها للتصعيد تنجح الأطراف الوسيطة بالفعل في لملمة الموقف ومحاولة تفادي الوصول إلى حرب عسكرية فيما بين الطرف